ملف الفساد إذا أردت أن تفتح ملف الفساد يجب أن تفتحها على كافة الحكومات الموجودة هي حكومة حتى في نظر المجتمع الدولي يفترض أنها حكومة غير شرعية حتى ما تقوم به من مصاريف أنا لا أعرف تحت أي بند وعين الأجهزة الرقبية من هذا وعين مجلس النواب الذي يفوضها ويصرفها في الميزانيات ويعطيها في القرارات ويصدرها في القوانين وبالتالي إذا تدعي بأن الحكومة فيها فساد إذا كان فيها فساد تكلم عن الفساد في المجمل تكلم عن الفساد الذي طال مؤسسات الدولة كلها من سنوات سواء قبل الثورة أو بعد الثورة وتكلم بحقيقة الأمر أما أنك تستهدف الحكومة هذه فقط أو حكومة الوحدة الوطنية فأنا أرى بأن الهدف واضح والمشروع واضح ليس النخب فقط ولكن عند عامة الشعب الليبي بأن هؤلاء الأشخاص يتبادلون الأدوار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر